بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين الزميلات والزملاء الكرام طالما بقي الأردن ثابت الموقف صائب الرأي منحاز القضايا أمته وصالح شعوبها معبراً رغم التحديات والضغوطات منذ اليوم الأول الأحداث في سوريا الشقيقة مطلع عام 2011 عن دعمه لكل جهد سياسي يحفظ أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وهو موقف عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظ الله ورعاه في مختلف المحافل ومؤمناً بأن الحل العسكري لن يجلب سوى مزيداً من الدم والقتل والدمار واليوم مع تسارع الأحداث في سوريا يتجلى الموقف الأردني بحديث جلالته لدى ترأسه أمس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي ليؤكد وقوفنا إلى الجانب الأشقاء السوريين واحترام إرادتهم وخياراتهم وضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها والعمل بشكل حتيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى إننا في الأردن بصوت واحد وصف واحد نقف مع كل جهد يحقن الدم السوري ويدفع إلى عملية سياسية قوامها دستور جامع لكل الشعب السوري بمختلف أديانه وأطيافه وأعراقه وطوائفه ويحفظ وحدتهم ويجنبهم أي محاولات للتمزيق والتقسيم ويطوي معه الأشقاء سنوات من المآسي والدمار نحو البناء والإعمار واستعادة دور سوريا ومكانتها في حاضنتها العربية لقد وقف الأردن انطلاقا من واجب الضمير مع أشقائه السوريين فاستقبل اللاجئين بدفء القلوب وقاسمهم كل الإمكانات والموارد وكان حريصا على معاملتهم أسوة بالمواطنين ساعيا بكل صدق وإخلاص إلى تضميد جراحهم داعينا المولى في هذه الظروف الصعبة أن يحفظ بلادهم لتعود أرض الخير والعطاء ينخرط الجميع فيها بعملية سياسية هدفها ومقصدها مصلحة سوريا وشعبها على كل اعتبار وفق أي أجندات ومصالح إن سنوات الحرب التي أتعبت الأشقاء حان معها التقاء كافة الأطراف على طاولة عنوانها التسامح وطي الماضي والتي ذكر جميع أن تلك الحرب كان لها آثار وتباعات كبيرة على اقتصادنا وحدودنا ومعها قدم نشام الجيش والأجهزة الأمنية أروع صور الذودي عن هذا الحمل العصي على الأطماع فتحية الفخ يطال وعنان السماء بنشام جيشنا ومخابرات والأمن العام وتحية من كل بيت أردني لنشام حرس الحدود الذين قدموا أعظم تضحيات في سبيل الحفاظ على استقرار الوطن هذا هو الأردن كان وسيبقى كبيرا بقيادته وجيشه وأجهزته الأمنية وبشعبه العظيم منحازا لأمته وقضياها لا يتاجر بالدم العربي ولا يعرف إلا دور المنطق والاتزان وتغليب لغة الحوار فهنيئا لنا بسيف الحق الهاشمي مولا جلات الملك المفدى والذي كان صوت المنطق في زمن الفوضى والخراب وجنب البلاد أعتى الأخطار والسلام عليكم ورحمة الله